بسم الله الرحمن الرحيم بدحك بس الشباب الكوحة بديهم ما بيقولوا 3-2-1 فكوحة بتي اللهم ارحمني ومحمدا دعاء دعا به أعرابي بس دعا به امتى لما عجبته رحمة النبي وانت لازم تتعلم احنا اصلا في حلقتنا وبرنامجنا الرحمة عايزين كلنا نتعلم الرحمة من القرآن ومن الإسلام ومن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم نتراحم فيما بيننا ازاي وصال ربنا ارحمك وهو قال لك ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وارحم ترحم ارحم ترحم اغفر يغفر لك اسمح يسمح لك اعفو يعف عنك جد يجاد عليك فالله سبحانه وتعالى سيعاملك بما تعامل به الناس او اتفكر اللي بيزرع شوك بيطلع له تين ولا بيطلع له برؤو اللي بيزرع شوك بيطلع له شوك ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع الحلوة هتلاقيها والمرة هتلاقيها فمن يعمل مثقالة ايه ذرة تعرف الظرة لا ترى بالعين المجردة لو انت عملت خير حتى صغير اوي اوي ما تشوفوش غير بالميكروسكوب في المعمل لو انت عملت خير قد ده هيعود لك ولو عملت شر برضو زيدا والله هيعود لك احصاه الله ونسوه اوعى تفكر ربنا كتب كل حال اللهم اصطرنا دنيا واخرة اللهم ممن علينا اللهم ارحمنا برحمتك وتفضل علينا بكرمك وجودك يا رب الرجل اللي دعا قال اللهم ارحمني ومحمدا دعاء غريب هو بيقول ارحمني ومحمد بس قصته ايه دخل اعرابي ولك انت تخيل بقى ان لما واحد يعمل الموقف ده في حضرة النبي وفي مسجد سيدنا النبي هيكون تصرفك ايه تعالى دلوقتي كده في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وحد يعمل الموقف ده قدام الناس هيعمله في ايه بالله عليك هحكي لك كده وقول لي يعمله في ايه دخل اعرابي مسجد رسول الله فبال فيه ثاني سمعت كويس فبال فيه تبول عمل بول في مسجد النبي والنبي موجود والصحابة موجودين التصرف الطبيعي من الصحابة ما ماذا تفعل مسجد رسول الله ده مين اللي عمل من اللي اعترض من اللي كان ليه موقف طبيعي الصحابة من الرؤوف الرحيم من الذي يعلمنا الرأفة والرحمة والشفقة والحنان والرحمة سيدنا النبي مش قال له فبيما رحمة من الله ايه لنت له ولو كنت فضى غريض القلب لنفضوا من حولك لو انت جديد ودايما كده بتقابل الناس بالوش المية وحضاشر ومكشر حد يحبك كلهم هينفروا منك لكن لما تبقى ضحوك وبشوش بتقول نكت وتقلش بس طبعا في الصح يعني بتقلش على حد بس محدش ياخد ياب بتقلش الحبوب بيتحب اللي بيهزر وبيتحك وبيقدر وبيحترم الناس بيتحب لا شك بيفرد نفسه على الناس فلما بال هذا الاعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ما؟ ماذا تفعل؟ فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ قال دعوه لا تقطعوا عليه بوله سبوه بعد ما يخلص حطوا على البل بتاعه جرد الماء يطهر المكان الراجل عجب موقف النبي قوي فيروح يتوضى وييجي يصلي وبعد ما يصلي يرفع ايده ويدعي الراجل العراب ده يدعي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا لأنه عجبوا عجبوا موقف النبي ومعجبوش موقف الصحابة فدعا مين؟ دعا للنبي ومدعاش تغيره اللهم ايه؟ ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا النبي لفت نظره أو دعوة الراجل فقال له مهلا يا رجل لقد حجرت واسعا يعني معقول الرحمة هتبقى ليه وليك بس طيب والخالق ده والبشر دي والناس دي والله يقول ورحمتي واسعت كل شيء اتعلم منها زي تتعلم مع الناس زي تتعامل مع الناس وازاي تعلم الناس عشان فيه شباب بالذات اللي هو حديثه عهد بالتزام كان انبالح بيتفرج على التلفزيون كان انبالح بيشرب سجايل ما بين عشية وضحاء قال لك لا خلاص بنا بطلت السجايل وحستاش يا خبال حرب بدأني من السبت الجاي فجي السبت الجاي فرب بدأ كان بيتفرج على الأفلام ومش عارف ايه بطل مشاهدة فما جي السبت ورب بدأني وبعدين دخل فلا أمه مشغالة التلفزيون ومشغالة المسلسل قال له بص يام لو انت حتشغال الداهتة تاني انا حقصر التلفزيون ايه يا ابني اللي حصل لك ما انت كنت مبالح وبتعب معنا ومش عارف ايه ونقلب ونشوف عنده عنف ما عندهش مرونة اسلوبه خشن والله يقول ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وربنا يقول وجادلهم باللتي هي أحسن مش أخشن ده خشن في معاملته لا قال لك لي وهي زي مين زي سيد النجم وزي موسى مع فرعون لما ربنا أرسل وأرسل معه أخوهم وأخوه هارون قال فقول له ايه فقول أي موسى وهارون لمين لفرعون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي سفك الدماء والذي قتل الأطفال واستحيى النساء وضمر واستعبت بني إسرائيل وبعد ده ربنا يقول لي موسى وهارون رحول أولو لي فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يبقلين في التعامل هذا هو الذي دفع هذا الأعرابي أن يدعو بهذا الدعاء وإن كان نبسا قد صوب له ووجهه إلى الصحيح بأن هذا في غير محله اللهم ارحمنا جميعا اللهم آمين شفق ورخي